ربطة الأندية المحترفة أخذت عقوبات في بعض المباريات وأعلنتها اليوم عقوبات الجولة الثلاثاشر من الدور الممتاز شهدت إيقافات وغرامات مالية جاءت عقوبات الجولة كالتالي مباراة الإسماعيل والزمالك تقرر أن يلعب الإسماعيل مباراتين بدون جمهور وتوقيع غرامة مالية على النادي قيمتها مئة ألف جنيه نظراً لاستقرار مثل هذه التجاوزات للمرة الثالثة هذا الموصل وتقرر أيضاً إيقاف حضور المباراة من جماهير نادي الزمالك مباراتين لعدد 2243 مشجع من الزمالك وتوقيع غرامة مالية قدرها خمسين ألف جنيه نظراً لتكرار مثل هذه التجاوزات للمرة الثانية هذا الموسم ربطة الأندية المحترفة بتناشط جميع عناصر اللعبة التحلي الدائم بالروح الرياضية ونبذ التعصب وتنبه الرابطة على أنه سيتم تغليز العقوبات في حالة تكرار مثل هذه التجاوزات والتي قد تصل لمنع جمهور أي فريق من حضور المباراة حتى نهاية الموسم في مباراة الداخلية ضد فارقه بس استنى الأول بس نتوقف فينا على العقوبات دي يا أستاذ مرئيين لأن أنا الحقيقة ليه رأي في العقوبات دي أنا مش موافق على منهج إن أنا الجمهور يغلط عاقب النادي جمهور غلط أنت بتمنع الجمهور ماشي العقوبة شخصية على المخطئ لكن ماذا تملك ماذا يملك الأندية عشان يقدروا يسيطروا على على الخروج ده ده خروج جماعي ما يدرواش يسيطروا عليه الناس دي داخلة بكل أدوات التشجيع أنا عايز أقول حاجة حلو قوي أنك تسمح بهذا العدد الكبير ولكن حلو قوي أنت تقول لهم لو خرقتوا عن ناس مش هتخش لكن الغرامات المالية اللي على الأندية أستاذ مرئيين أنت لما بتمنع أولا هو كده النادي بيعاقب مرتين طلات مرات الحقيقة يعني جمهور بيعاقب مرة إنه ما يجيش النادي بقى بيعاقب بإيه إنك بتحرم من ناديه من مؤذرة جماهيره اتنين بتحرمه من الدخل الذي كان سيحصل عليه من السماح لجمهور بالتواجد تلاتة مش كده داتة بتغرام فكأن النادي هو مرتكب الخطأ في المقام الأول الأندية شوفوه لك عقوبات تانية عشان تبقى العقوبة بتخص ولا تحملها الأندية اللي ما فيش ما بقاش في إيدها حاجة الحقيقة تعملها مع جماهيرها الجماهير حتى في أحياني كثيرة يعني بتضغط على إداراتها فما بالك كمان دلوقتي ما تيجي تقول له مئة ألف جنيه ما تدفع نصف بليون جنيه الجمهوري يعني اتأثر بإيه يعني فأنا أرجو مراجعة يعني يكفي منع الحضور الجمهوري يكفي إن كنت بتحرمه من إراد المنع ما تحملوش بقى الغرامات إنما ممكن اللي أتلف حاجة في أي استاد أنت حصرت ألفين وكذا يعني قلت القطاع ده من جماهير مسؤول عن المكان ده خلاص إذا فيه إطلافات ما يحضروش إلا بعد ما تحملوه أي جماهير مش بتكلم على إسماعيلي زي ما قالك لأن الموقف ده حيواجه الأهل وحيواجه الاتحاد وحيواجه الأندية الشعبية تحديدا موقف لا تتعرض له الأندية اللي معندها الشعبية فأصبح الضغط كله على الأندية الشعبية فأرجو إن إحنا نراجع زي العقوبة طيب في مباراة الداخلية ضد فرقه تقرر توقيع غرامة مالية ما تنش رأيك وفيه إيه آه إيه شوف أنا شاف إحنا من الأول مش ضبطين المسألة صح طيب أقول لي كده ليه مش عجب أكلمتين بقوله أنا دايماً بقول إنه علشان تحدد شخصية العقوبة محتاجين كنترول على تحديد الشخص المخطئ حصل ولا لا ما حصلت حصل أنت خلاص قلت القطاع ده ما أنت أنت جبتها إزاي أنت قلت مثلاً في الفين و متين وخمسين مشجح حجز وتذكرة في اليوم ده لا ما هو بيجيبها من على السيستم بيجيبها من على السيستم أستاذ إبراهيم هل ده حجم جمهور الزمالك اللي كان حاضر آه لا الفين ومتين ده رقم كبير يبقى حصل أنت مش فهم قصدي يبقى أنت حصلت أن كله شارك في الهتفات بالضبط وقال يكون هذا صحيح طيب أنت بتعاقب على الهتف أي تحطيم لأي حاجة يوم ما هنوصل لنقطة تحديد مين كان قاعد على الكرسي ده هتتحل كل المشاكل وعندين البيان ده أنت بقى التذكرة مش عارفين نوصل للنقطة دي ليه يا سيد براهيم لأنه التذكرة ما فيهاش رقم المقعد ما فيهاش رقم الكرسي حط علي بقى الرقم الكرسي أنت محتاج ترقم الكرسي في كل الدرجات وتسجل الرقم في التذكرة بس أنا حجزت حجزت درجة أولى الكرسي 156 كرسي 156 تكسر أنا أدفع ثمنه حتى لو أنا مش اللي مكسره حتى لو أنا هو فيه قل لي ومين اللي كسره بس ولا تسمح لقاعد أنه يكسر الكرسي اللي أنت على عليه بس حصل هتاف خارج من المربع ده المرائب حدد أن المربع ده حصل منه هتاف المربع ده حاضر فيه مثلاً 500 واحد تذكرهم تبدأ من كذا لكذا يبقى شخصية الكرسي على التذكرة فيوم حدد شخصية الكرسي باللي جالس عليه بالمنطقة اللي الناس موجودة فيها هتوجه للعقوبة بالصح قلت بقى لما علاق قلت لنا رأيي عامل إزاي إنما اللي حصل اللي حصل إن أنت بتقول الـ 2150 واحد اللي سافر وراء الزمالك الإسماعيلية أنا منعتهم ممكن ناس تكون فيهم ما عملتش حاجة وممكن جمهور الإسماعيلي اللي أنت عقبته مثلاً بالمنع من الحضور يكون فيه ناس ما عملتش حاجة وغالباً طبعاً فعايزين شركة تذكرتي بازلة مجهود كبير جداً ووصلنا لمرحلة متقدمة بس تكمل بتحديد رقم الكرسي للجالس وصحبه التذكرة إذا أنت قدت للنادي كوتا هنا بقى مسؤولية النادي لو النادي بقى التذاكر دي دون تحديد مين اللي خد التذاكر يعني جات الشركة خدت مني عشر تذاكر يبقى العشر تذاكر دول من كورسي كذا الكوزي كذا مسؤولية الشركة دي هاي حتجابلك مين خده يعني إحنا نقدر نوصل من تحديد إن الكراسي التذكرة دي كانت علقاني كراسي النادي هنا ممكن يخش لو أنت ديت التذاكر في شكل كوتا هو المسؤول عن توزيعه لكن لو فضلت الكوتا برا إرادة النادي تخرج النادي من العقوبة المالية طيب قرروا كمان بالنسبة لمباراة الداخلية ضد فرقه توقيع غرامة مالية على فريق الداخلية عشرين ألف جنيه بسبب التأخر في النزول إلى أرضية الملعب مع بداية الشوت الثاني مما أدى إلى تأخير انطلاق الشوت وتقرر إيقاف إداري فريق الداخلية محمود شكري لمدة مباراة واحدة لما بدر منه اتجاه الحكم خلال المباراة مما أدى إلى قيام الحكم بطرده مباراة الجونة ضد سيراميكا إيقاف لعب فريق سيراميكا كيلو بطر أحمد القندوسي مباراة واحدة بسبب تعرضه للطرد خلال اللقاء بعد الحصول على الانظارين للعقوبة الطبيعية وتم توقيع غرامة مالية على لعب الجونة إيمان واللاكي قدرها خمسة وعشرين ألف جنيه بالإضافة إلى إيقافه ثلاث مباراة بعد حصوله على كارت الأحمر مباشرة لضربه لعب الخصم دون كرة طب لعب الخصم نقب فينا مين اللعب الخصم اللي الضرب أي القندوسي مهم الوقع دي فيها طرد وفيها انذار تاني هو أنا ليه مش حطت في اعتباري إن أنا ممكن لأن أنا أنا فتكرت إن القندوسي ضرب بكوعه أو ضرب بتاع لا ده هو التاني ماسك فيه مشتبك معاه فدفعه دفعه بانفعال مش القندوسي هنا بقى طب اللعيب ده رد فعل طبيعي ومفوش إيزاء فكمال لو أخد انذار دي الانذار التاني عايزين بعض العقوبات طالما إن إحنا قادرين نحصرها قوي كده والحكم شايفها قوي كده يعني أنا ممكن أترد القندوسي أو دي الانذار التاني مش على رد فعله مع اللعيب لأنه ده طبيعي مشتبك ومساكني وبتاع بزوءه منفعال أنا القندوسي يستحق الإنذار التاني للاعتراض بالشكل ده ودي بقى عايزة أقول القندوسي عامل عامل دور أول مرعب أكثر الناجحين مستوى فني ويعني كفاءة في التسجيل وكفاءة في صناعة الأهداف بقت من عناصر الترجيح المؤسرة جدا في فريقك ما تبوصي الكلام ده بالانفعال اللي ما كانش موجود عندك أنت تكرر منك الانفعال تكير طيب طيب بقية العقوبات كمان تغريم إداري مودرن فيوتشر أحمد مرعي 20 ألف جنيه ويقافه أربع مباريات لمبادرة منه تجاه الحكم في المباراة يعني كلها عقوبات طبيعية جدا لإحتكاكات الملعب وفقا للإنذارات وحسب الليح ده يمكن كانت عقوبات اللجنة النهاردة لكن كمان طلعت اللجنة تفسير للإقافات الكتيرة اللي حصلت السنة دي والمؤجلات هنجيلها طبعا في ثانية الحلقة لأنها بتخشف خفات الدوري أه خفات الدوري ليه تعطل اللي حصل وليه تعجيل المباريات والمنتخب خاد كم يوم الحقيقة الكابتن عامل حسين عامل بيان بعدد الأيام بالضبط اللي تعطلت فيها المسابقة وكلها هتكتشف أنه كان نوي ما كانش فيه أي حل تاني غير أن أنت تأجل المنتخب بيلعب أربع أندية بتشارك مشاركات خارجية الأهل بيلعب في الدوري الأفريقي الكاف بيتطلع قرار أنه الأندية المشاركة في الدوري الأفريقي ما ينفعش تلعب مباراة محلية أثناء مشاركتها في الدوري كلها أمور بقول لكم كانت خارجة عن الإرادة لكن بتكشف إحنا ليه وصلنا للعدد التأجيلات أو المدة الزمنية الطويلة هنجيلها بالتفاصيل لكن أعتقد كان المهم ترجمة نانسي قنقر